السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن قيام الليل ملاد الداكرين قيام الليل هو من اعظم وافضل الصلوات والاذكار والتدرعات بعد الصلاة المكتوبة وقد امر الله تعالى رسوله الكريم بابائها فقال ربنا عز وجل يا ايها المزم لقم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا تقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطعا واقوى مقيل ان لك في النغار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل رب المشرق والمغرب لا الاغ الا هو فاتخده وكيلا ثم امره الله عز وجل بالتهجد بالليل وان يشتهد في هذا الامر لان ربنا عز وجل اعد له مقاما محمودا وهو المقام الذي لا ينبغي الا لواحد من خلق له وعسى ان يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربنا سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وبالمقابل ربنا سبحانه وتعالى امر عباده المؤمنين والصالحين والذاكرين ان يشتهدوا في قيام الليل ومدح طائفة منهم انهم لا يكادون ينعمون بنوم عميق في ليليهم يقومون يشمرون عن سواعدهم يتوضؤون ويستقبلون القبلة ويذكرون الله كثيرا ويستمرون في الركوع والسجود والتلاوة حتى تتفطر اقدامهم قال ربنا عز وجل عن صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء هم اهل الله هؤلاء هم خاصة الرحمن هؤلاء هم الاصفياء الاطهار المقربون هل يمكن ان نقارم بين هؤلاء وبين الذي لا يكاد يصلي او اذا صلى الفرائد المكتوبات صلىها بسرعة ينقرها نقرديك ابدا فرق كبير بين المشتهدين في العبادة والذكر وقيام الليل وبين المقلين في ذلك لهذا ربنا عز وجل بين فضلهم على غيرهم هؤلاء القانتين الذاكرين قال امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وكأن الله تعالى جعل بان اعلى مراتب العلم هو الذي يقود صاحبه لالقنوط آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انه اعلى مراتب العلم لان العلم لا خير فيه اذا كان لا يقود الى الله اي علم لا يقودك الى الله ولا يعرفك بجلال الله ولا يحببك في دين الله فلا خير فيه فالعلم النوراني الرباني المبارك هو الذي يجعلك اكتر قربا من ربك جل جلاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تشرب هذه المعاني واكرمه الله تعالى بالفتوحات واراه ملوك منكوت السماوات والاراضين بدأ ينشر هذا الخير بين اتباعه واصحابه وبين كافة المؤمنين والمؤمنات وصار يحط على قيم الليل لانه ملاد الذاكرين لانه مأوى العاشقين لانه منبر المؤمنين الصالحين الاصفياء المقربين فكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات للإثم فعليكم بقيام الليل هذه وصية رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الينا جميعا هل نحن نقوم الليل كم كم تقوم من الليل كم في اليوم او كم في الاسبوع او كم في الشهر هل انت من الذين وفقهم المولى واحبهم لكي يقوموا بين يديه يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبم من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجاز به واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل واعزه استغناؤه عن الناس من اراد الشرف من اراد الكرمه فعليه بقيام الليل لانه يحظى بقبول الرحمن ويضفي عليه من البركات والانوار ومن اراد العز في الدنيا فليستغني عن الناس لا يتسول ولا يطلب منهم بعودة وانما يطلبها من الخالق الرازق مالك الملك تروي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول كان نبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من دنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا صلاة الليل وقيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بركعتين ولم يكن بآيتين وانما كان يطيل القيام ويطيل القراءة ويطيل الوقوف حتى ان قدمه تكان تتفطران ومع ذلك يستمر صلى الله عليه وسلم لانه مأمور من ذلك يا ايها المزم قم قم الليلة الا قليلا فكان صلى الله عليه وسلم مجبر على القيام لانه نبي وصاحب رسالة وحامل للامانة فكيف كان يصلي النبي الكريم صلاة الليل يروي الصحابي الجليل حديث بن اليمن رضي الله عنه فيقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتحتها بالبقرة تصور بدأ بسورة البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأ بها ثم افتتح النساء فقرأ بها وكان يقرأ مترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعود تعود وبعدها ركع النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث يضل بان ركوعه سيكون سريعا ليس كالقراءة فقال فجعل يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه اي طويل بمقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء ثم بعد ذلك رفع من ركوعه وبقي وقفا يتني على ربه نحوا من من قراءته قال سمع الله لمن حمده قام قياما طويلا قريبا من مركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وصار يقولها كما كان يقول في القراءة وفي الركوع وفي القيام فكان سجوده قريبا من قيامه فكان صد الله عليه وسلم هكذا صلاته لم تكن صلاة سريعة ولا صلاة خفيفة وانما كانت صلاة عميقة وتأخذ ساعات بالليل لانه نبي ولانه مكلف ولانه فتح الله عليه حلاوة القيام فلا يكاد يجد تعبا ولا مشقة وانما يسمح في ملكوت الله ويغترف من رحموت الله وينال من رضا الرحمن جل علاه هكذا كان سلوك نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويروي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وصار يصلي طويلا فلمزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل ما هممت يبن مسعود قال هممت ان اجلس وادعه لانه اطال اكتر من اللازم هممت ان اجلس واتركه فكان ابن مسعود يستحي ان يقول هذا الكلام لانه يعلم بان سيدنا النبي يأخذ بالعزيمة بالقوة وقد بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مقدار القراءة في قيام الليلة فقال عليه الصلاة والسلام من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة اية كتب من القانتين ومن قام بألف اية كتب من المقنطرين يقول الحافظ ابن حجر العسقلني رضي الله عنه لما سئل عن الف اية لكي تكون من المقنطرين قال هي من سورة تبارك الى اخر القرآن الف اية من سورة تبارك الملك الى اخر القرآن هي الف اية هل يستطيع احد ان يقرأ في ركعة واحدة كل هذا الخير من القرآن الكريم لا يستطيع الا اصحاب العزائم الا الانبياء والمرسلون والاولياء المقربون والصالحون المجدون المجتهدون الله الله بجعلنا منهم يا رب العنبي ايها الاحباب الكرام قيام الليل هو دأب الصالحين وراحة المؤمنين وعمل الفائزين واجتهاد الذاكرين وسعي العاشقين لله ففي الليل يخلو المؤمنون الموحدون بربهم جل علاه يتوجهون الى خالقهم وبارئهم فيشكون اليه احوالهم ويسألونه من فضله تبارك وتعالى نفوس المؤمنين قائمة بين يدي خالقها عاقفة على مناجات بارئها تتنسم من تلك النفحات وتقتبس من انوار تلك القربات وترغب وتتدرع الى عظيم العطايا والهبات وكان من دأبهم انهم يشهدون ويتنفسون في هذا العطاء الرباني كما قال شداد ابن اوس كان اذا اوى الى فرشه كأنه حبة على مقلى اذا اراد ان يقوم الليل واذا اراد ان ينام يرتعش وكأنه حبة على مقلى يقول اللهم ان جهنم لا تدعني انام فيقوم من جديد الى مصلة فالمؤمنون الصالحون كانوا يشتهدون في قيام الليل لانهم يعلمون بان الله تعالى يرضى عن القائمين وقد اعد لهم من الاجر والتواب في الجنة ما الله بيعلم اعد لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ذلك ما رواه الامام علي بن طالب رضي الله عنه حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقم اعربي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام وصلى لله بالليل والناس نيام هذا هو قيام الليل طوبى لمن وفقه المولى عز وجل لهذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير قد يقول قائل ما الفرق بين قيام الليل وبين التهجد وبين التراويح قيام الليل هي ان يقضي المسلم بعضا من ليله حتى ولو قد سعى منه في اداء العبادات ويكون متنوع هذا القيام فيه صلاة فيه تلاوة القرآن فيه تسبيحات فيه صلاة على النبي المختار فيه اذكار متنوعات المجم يحيي ليله هذا يسمى قيام الليل يحيي ليله بذكر الله وينوع بين صلاة وبين ذكر وبين تلاوة القرآن وتسبيحات وغيرها اما التهجد فهذا يعني ان يقضي المسلم ليله بالصلاة هو مخصوص فقط بالصلاة ان الاسان يقوم ويضع مصحف التهجد اما بحفظه او يقرأ من المصحف ويطيل القراءة والوقوف بين يدي الرحمن لساعات طوال ولوركعتين يسمى التهجد ويكون في طيلة الليل او في وسطه او اوله او اخره اما الترويح فهذه خاصة بقيام الليل يكون في رمضان تكون فيها قيام وتهجد وتصلى عقب صلاة العشاء او قبل صلاة الصبح وافضلها ما كانت في الثلث الاخير من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى ينفجر الفجر فالمؤمن عليه ان يحرس ان يكون له نصيب من قيام الليل في الثلث الاخير من الليل فاذا غنم عليه ذلك فلا اقل ان يكون له نصيب من الثلث الاول او الثاني لكن المؤسرين ان الكثير مننا يصهر امام الشاشة التلفاز او امام الحسوب او الهاتف النقال ويشاهد الكثير من البرامج والكثير من الافلام والوتائقيات والاخبار وغيرها وغيرها امام وهناك سبل لالتغلب على النفس لقيام الليل فعلى المؤمن ان يكون له ورد يومي من ذكر الله وتلاوة كتابه لتتغنى روحه فتقوى وتنشط وتتطلع الى الزيادة في الفضل وعلى المؤمن ان تكون له الرفقة الصالحة تذكره بالله ويتنافس معها في الخير الصحبة الصالحة مفتاح لكل خير وكذلك ان لا يغلب على المؤمن الانشغال بالدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم من احب دنياه اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفضع ايضا علينا تنظيم الوقت عموما وخصوصا وقت النوم والاستعانة بالقيلول بالنهار ما امكن حتى نتمكن من قيام الليل فهذه بعض الاسباب المعينة على قيام الليل الى جانب اخرى كالنوم على طهارة والدعاء والتوجه الى المنعم ان يمن ويتفضل ويتكرم على عباده وعلى امته لنكون جميعا بإذن الله من اصحاب التلت الاخر من الليل احبابنا في الله لقد دأب المؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات على الاشتهاد في قيام الليل خصوصا في رمضان لان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هو شهر الصيام والقيام والتنافس في اعمال البر والقربات الى الله الكريم المنان شهر التوبة والانابة والرجوع الى الله الرحيم الرحمن شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران فشهر رمضان يضاف الى ما ورد في فضل القيام عموما ما خص به هذا الشهر الفضيل بصلاة الترويح والاعتكاف في العشر الاواخر والليلة المباركة ليلة القدر التي هي خير من الف شهر فقد اخرج الامام البخاري في كتاب صلاة الترويح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل من غير ان يأمرهم فيه بعزمة فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم بالذنبه وربنا عز وجل خص امة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان وليلة القدر ولم تعط امة سبقت هذه الاعطية من الله الكريم المدان هذه الليلة ليلة القدر التي فيها انزل القرآن لقوله تعالى اننا انزلناه في ليلة القدر ليلة عظمها المولى فقال وما ادراك ما ليلة القدر من قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم بالذنبه وهذا الشهر ايها الاحباب الكرام رمضان سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر فلابد ان يسبر المؤمن على الطاعات ومخالفة العادات فانما هي ايام معدودات والبخيل من يبخل عن نفسه في هذا الشهر فعلينا ان نشتهد في قيام الليل على الاقل في رمضان الاكرم فقيام الليل يكون في اوله الليل او في اوسطه او في اخره لكن في الاخر كان افضل يسمى التلت الاخير من الليل من السنة ان المؤمن يقوم بترتين الايات الكريمة عند الكراءة وقراءة ما تيسر له من القرآن الكريم وان يجود ويرتل ويحسن صوته لان ربنا عز وجل يحب ان يقرأ كتابه الكريم بصوت جميل ورتل القرآن ترتيل ومن المستحب عند القراءة ان يستعين بالله في من الايات التي فيها وعيد وان يسأل الله تعالى الرحمة عند الايات التي فيها رحمة وان يسبح حينما يمر على اية فيها تسبيح او يطمئن في صلاته اذا وجد ايات فيها رحمة وان يخشع المؤمن في رقوعه وسجوده ويحرص على الاكتار من ذكر الله سبحانه سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك حق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب تنبت قلوبنا على دينك نعود بك من عمل يخزينا ونعود بك من صاحب يؤذينا ونعود بك من أمل يلهينا ونعود بك من فقر ينسينا ونعود بك من غدا يطغينا اللهم يا رب العالمين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نعود بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعود بك من الصمم والبكم والجنون وسيء الأسقام اللهم يا رب العالمين نعود بك من الهم والحزن ونعود بك من العجز والكسل ونعود بك من الجبل والبخل ونعود بك من غلمة الدين وقهل الرجال يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا دنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم وإن نسألك خشيتك في الغيب والشغانة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى ونسألك دعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم أن تختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله